اشتركوا في القناة وممل ولا يرقب أي حل من الأحوال إلى مفاهيم الكرة في مصر ولا الشعب المصري ولا حيوية الشعب المصري للأسف مبارح كشف أن فيه طرف جريء يتعود أنه يواجه بشكاعة وطرف للأسف جبان يتعود أنه هو يتورى أو يختفي في الموجات الصعبة اللي حصل مبارح بكل أسف يوسيق لصمعة مصر النهاردة الحكومة المصرية بكل ما تبزروا من جهدات تنفق الملايين بل تنفق المليارات على البنية التحتية على أمور كثيرة جدا عشان تظهر صورة مصر الحقيقية للناس يجي ماشي زي مبارح للأسف الشديد جدا بيبين أن شوية مطرة أو شوية ميا بيعوقوا وصول ناتز مالك الأستاذ الكهيرو أمر مؤسف للغاية أمر صعب جدا وده حقيقي؟ للأسف معا مش حقيقي بس التعلل أو الحجاج كانت بتقول كده حتى في الحجاج ما برعيش صورة مصر للأسف ما ترعاش صورة مصر عايز أقول أننا كنا في ماشي السوبر كانت بوزاوي كانت عملت تغطية تحت شعار كلاسكو العرق فعلا ما حدث بالأمس لا يليق أبدا بهذا المسمى أكيد الكلاسكو بقى طرف واحد طرف زي ما قلت شجاع طرف قوي طرف قادي لواجه في أي وقت لكن الطرف الثاني اختفى للأسف ومزهرش وبالعكس تسبب في صورة مشوهة للمصر والمصريين والقرى المصرية بصفة عامة النهاردة لو أنت كنت عايز تلعب بالشباب زي ما أنت بتقول ليفير بول عملها السنة دي نعم لما كان بيلعف كاس العالم لما كان بيلعف كاس العالم الأندية ونزل الشباب وتغلب خمسة من أستون فيلا لكن حافظ على شكله كسب احترام العالم التزب بالأعراف وبالقوانين الموجودة عايزة أقول أن في خسارة مشرف كويس دي اللي عملها لفرطور لكن مبارح للأسف كانت خسارة مهينة بكل مكيس وبعدين لما تجي تتكلم فنيا تعالى شوف مين كسب مبارح نادي الأهلي كسب 3 بنت حافظ على سلسلات انتصارات المتوسطة ب16 بزعلات والي يعني عدى نص عقوبة اتن من أهم العبي اللي هو جينور أجي وياسر إبراهيم اللي هم أخذين ماتشين إيقاف عدى نص العقوبة بتاعتهم بماتش مبارح اتدرب تدريب زيادة ملعب ساد القيارة رغم أن الموضوع العقوبات ده يعني الناس يعني بس عايزين نتكلم عن لو العقوبات لحد الوقت طبعا العقوبات نادي الأهلي عنده إجراءات وعنده خطوات وعنده كل اللواح بس بأوضح للجميع بالضبط كده لكن عايزة أقول إن لو فرض إن العقوبات دي مشت زي ما هي كده النهر دا أنت كان عندك اتنين لعيبة موقفين ماتشين عدت نص الفترة بتاعتهم مبارح بماتش مبارح إذن اللي حصل مبارح للأسف ما يتسكتش عليه لازم يبقى فيه رد فعله قوى جدا من اتحاد الكورة إذن يعمل إيه والله هي طبعا الموضوع بياخذ على لوائح وقوانين وكلام فيه بند في اللايح الأخير بيقول إن مش لازم كل اللي ما جاء في اللايحة يلتزم بيه اتحاد الكورة ممكن يوقع عقوبات بعيدا عن اللايحة الموجودة يعني فيه لوائح بتقول إن هي غرامات مالية والقصم نقاط واللعب بدون جمهور ونقل ملعب والحرمان من الملعب والحاجات الكتير اللي احنا عملناها دي لكن مبارح كان فيه تعمد واضح جدا وفيه التفاف والتواق حول إقامة أو حول خوض المباراة وبالتالي أنا ممكن أتغاد عن كل سمعة مصر زي ما قلنا احنا مش قليلين احنا بنصرف مليارات عشان نظهر صورتنا الحقيقة وصورتنا كويسة قدام العالم ولكن مبارح للأسف أظهرنا صورة ما كان ينبغي أن تظهر أبدا للعالم ولا للشعب العربي ولا للشعب المصر نهائي الأسباب يعني اللي ممكن تكون دفعت فريق كبير زي نادي الزمالك إنه هو ما يجيش يلعب مباراة أمام النادي الأهلي من وجهة نظرك بتشوفها إيه خوف خوف طبعا هقول لك خوف لي لي النهاردة أنت نادي الزمالك كسب النادي الأهلي من إمتى ما فيش كل ماتش السوبر كسب بركلات الجزاء فأنت ما تمسكت بالانتصار ده اللي هو جه بعد انتهاء الوقت الأصلي وبقيت قدام معدلة صعبة هل ألعب الماتش ممكن أتعرض لهزيمة وبالتالي تدي علي فرحة الكهس السوبر اللي أنا أخذته ولا أواجه وممكن تبقى فيه مشكلة عندي وممكن يعني موضوع أنه يكسب ده صعب جدا أو بايد جدا يعني في زل الظروف في زل الفنيات اللي موجود دلوقتي كل تفسيري للأمر إنه هو خوف وأعتقد أن لو أي حد حاول إنه يراجع الفارق بين المستوى بين الاتنين بين النادي الأهلي ومنادي زمالك في فترة أخيرة هيعرف أن مبارح كان فيه خوف من مواجهة النادي الأهلي في الماتش بتاع مبارح لو افترضنا إن زي ما ناد زمالك كان بيتحجج ويقول إن في عنده ماتش مهم في أفريقيا إحنا منادي الأهلي عنده ماتش من السبت نفرقيتش 14 ساعة يعني إذا كنت إنت نفس الفترة الزمنية قبل يعني إذا كنت تكلم في 14 ساعة فرق بين ده وده لا كنت لازم تلعب لكن هروبك مبارح من الماتش بيقول إن إنت كنت خايفت واجه النادي الأهلي بشكل واضح جدا حفاظا على نشرة الانتصار حفاظا على نشرة الانتصار اتحققت في السوبر بعد انتهاء الوقت الأصلي واللي جات برقلات الحظ الترجحات طب ليه التفكير يبقى كده ما دي كرة قدم يعني ممكن تكسب وممكن تخسر حتى لو قلقاني أن أنت ممكن تخسر من نادي الأهلي طب أنت ممكن برضو تكسب يعني في نسب للفوز لا الفرقات واضحة جدا يعني عايز أقولك أن الانتصارات اللي حققها نادي الأهلي في بطول كانت مخلية كل الفرق في الدور بما فيه من نادي زمالك يعرف أن فيه فرق كبير جدا في المستوى في فرق في المفنيات عشان كده يمكن نادي زمالك كان قرروا مبارح بعدها بخوض المباراة أو بانسحاب أو بالتفاق حولها خوض المباراة عشان ما يتعرضش لهزيمة في التوقيت ده تأثر عليه قبل ما يقابل نادي التراجي التونسي زي ما قلت لكم ثم نشوت الانتصار فضلت موجودة من يوم الخمسة اللي فات بعد ماشي السوبر لكن كانوا عايزين هتضوم أطول فترة ممكنة عشان يخشوا بنفس المعنويات المباراة التراجي قبل ما نادي الأهلي يحاول يعني يستعيد توازنه أو يقدر أن هو يواجه بشكل قوي في مباراة الدوري اللي تناغت المباراة وكان يقدر يحقق الفوز بشكل بسيط يعني طيب عايز أعرض لايحة الانضباط والإخلاق في التحدي المصري لكرة القدم محاولتك يستسر وفي بعض البنود الكتير يعني اللي بتخص في بنود كتيرة هتلاقي في البندر 5 في البندر 5 هتلاقي في محاولات اللي هي تسبب في عدم إقامة المباراة هتلاقي في البندر 5 موجود سمع في عدم إقامة المباراة الرسمية أو لودية أو العمل على إفشالها أو التلويح بعدم المشاركة فيها كل ده كان موجود في ماتشن بارح لو بسيت فيه كل ده كان موجود في ماتشن بارح طيب بالتالي العقوبات بتنص على إيفه العقوبات عندك بقى هتلاقي فيه تحذير فيه تحذير وتوبيح وحرمان من اللعب على ملعب معين وغرامة المالية بحد 50 ألف جنيه خد بالك بحد أدنى 50 ألف جنيه يعني ده ده الحد الأدنى لكن أنا قدر أحط غرامة المالية بشكل أكبر من كده بكتير جدا على حسب الجرم أو على حسب الحدث اللي ارتكب بعدم إقامة المباراة وماذا التحقق من عدم إقامة المباراة هل فعلا بظروف قهرية ولا حصل التواق وحصل التفاف حول إقامة المباراة بالشكل ده فهتلاقي عندك بنود كتيرة جدا في اللايحة وفيه لو فيه لقب يتسحب وفيه حرمان من المشاركة وعدم ضم صفقات في الانتقالات فيه بنود كتير جدا للعقاب موجودة في اللواحة تتحاد كرة المصري ويقول لك وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقييد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات يعني على حسب الموقف بالزبط 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 يعني عيس الموضوع هيقيسه ويشوف مدى الضرر الوقع على مش شرط يكون ضرر بالنسبة للكرة انت النهارده بتقول ان الأوتوبيس تعطل وانزلت تعمل محضر في الاسم كله لكن تقرير الأمني بيقول غير كده فاكره بيقامل بيقول ان الطريق كان مفتوح كنت تقدر توصل الملعب في الوقت المحدد والطبيعي ومع ذلك ده بيأكد ان فيه التفاف حصل حوالين عدم المشاركة وبالتالي ممكن يتجوز عن كل العقوبات دي ودي أقصى عقوبة ممكنة يعني اللي حصل من وجهة نظر بتشوف ايه العقوبات الانسب لي من خلال اللي احنا استعرضناه دلوقتي على على الانبارح على الحصل الانبارح طبعا طيب خلينا ننتزم بجزء باللايحة الأول اللي هو الخصم ست نقاط ثلاثة دلوقتي اللي هو الهزيمة مع ثلاثة في نهاية الموسم ثلاثة دلوقتي وستة مع نهاية الموسم مع أنا شايف ان هو حرمان من اي صفقات في الصيف شايف ده الانسب شايف ده الانسب لأن هبوط الفريق المنافس او الهروط الفريق اللي هو بيتلاعب في عدم خوض المباريات بيتوقف على عدم استكمال المصابقة بشكل عام ده لو انسحب الدور كله بالضبط انها مبارا واحدة بنتكلم في حدود اللوايح اللي موجودة دي وزي ما قلت ان هيبقى اللوايح اللوايح دي لا هتطبق منها البنود دي لكن موضوع العقوبات المالية موضوع المنع من الصفقات الحاجات دي كلها دي بتبقى على حسب مدى مواقع من ضرر على الكورة المصرية او على صورة مصر بشكل عام طيب هل اتحاد الكورة قادر على تنفيذ العقوبات اللي ممكن يطلع بيها هل اللوايح والقوانين بتساعدوا على كده ولا انت شايف ايه اللوايح والقوانين موجود وللأسف مش يقدر يا ربنا يعني الكلام ده لو ما عندوش بنود معينة او عندوش معينة بتقول ان انا عندي الجرم اللي بارتكى بيبقى العقاب عليه واحد اتنين ثلاثة اربعة حمص لكن ده موجود اعتقد ان اتحاد الكورة بعد الازمات اللي حصلت هي طبعا نحن عارفين هي لجنة مؤقتة مش لجنة متخبة وبالتالي هيبقى قرارها لازم يرضي جماهير الكورة المصرية بشكل عام ما حدث بالامس جماهير الكورة المصرية طبعا جماهير الكورة المصرية انت بتتكلم على اهم متش بتنتظر الجماهير في السنة ما بين نادي الاهل ونادي زمالك ان انت تلغي حاجة زي كده الجماهير كلها متاظرها وجماهير كلها وبعدين خدلك مش في مصر بس يعني الموضوع اهل الزمالك اسم على مستوى العربي كله بزبط يعني حتى على مستوى العربي كله هتلاقي فيه جاليات مصرية وجاليات عربية ارتبطت دايما بمواجهات الاهل والزمالك وبالتالي اعتقد ان اتحاد القرى المرادي هياخد قرار صارم وحازم بتوقيع عقوبات كبيرة على نادي الزمالك بعد عدم لعم برات الامس يعني الحكم اللوتواني ده اللي كان موجود مبارحة والستستور احنا ما نسمعش على اللوتواني ونسمع على دوري هناك يعني ما نسمعهاش هل ممكن يكون شاف المظهر ده حصل عنده في الدوري الاتواني اللي محدش يعرف عنه اي حاجة للاسف لا اعتقد لا اعتقد يعني انت بتشوف بره بيبقى الملعب مليانة تلج حتى عشان الكورة ما تستضمش ما بقاش نفس اللون بتاع الأرضية بتاعت الملعب بيلعب بكورة حمراء يعني بتكلم على تلوج مغطية أرضية الملعب الليان خاضر بقيت بيضة تماما وخبالك بتلعب بكورة حمراء عشان حتى اللي بتشوفها اذا موضوع الظروف القهرية وكلام دا كله مش موجود موضوع الظروف القهرية وده مفتعل هذا يعني ده أمر مفتزل وبالتالي انا شايف ان ما حدث بالأمس يعني سبة وللأسف يعني خزلان للكورة المصرية ولكل محبي النادي الاهل المتزمالك في العالم العربي وفي العالم أجمع بشكل عام واعتقد ان للأسف بلاد فقيرة جدا وبلاد ضعيفة جدا ما بيحصلش فيها اللي حصل مبارح وده زي ما قلت بيسيء وبيضر بسمعة مصر وفي نفس الوقت اللي احنا عملين نقول اي عندك حفل الكاف اللي عملناها في الغرداء مؤخرا كانت حاجة عظيمة جدا وده دفع المسؤولين كمان ان هم يعني يحاولوا يقدموا طلب استضافة لأفضل العب في العالم فين انت من ان انت بتنظم حفل الكاف وبتطل باستضافة حفل أفضل العب في العالم وتيجي نهاردة تقول عشان المطرة انا مقدرش اوصل الملعب ده بيهدم سمعة مصر ده بيهد سمعة مصر كل الفلوس اللي بتصرف على البنية التحتية والمريرات اللي تنفق عشان خاطر نقدر نبني بيها مستقبل مصر والكلام دو امبارح بيتنسف امبارح للأسف يعني انت بعد كل الأحداث اللي انت استضافتها هنا في مصر طبعا انت عملت ابني في حتة 2019 دي كانت مليئة بالأحداث واللي نجحت كلها في الحال انت عملت ابني في حتة وعمل تصديف في طولة أمم أفريكا الكبار وبتصديف في طولة أمم أفريكا لتحت 22 سنة وصلتك قدام العالم كل أحداث الأفريكية كبرى كلها كلها بلا أساس بس بأتكلم بديلك نمازج على الكرة القدم يعني الدولة ماشي في اتجاه بالزبط اللي وقعت على رئيسنات زمالك والعند اللي كان موجود ده بيوضح أن الموضوع في الأول في الآخر للأسف هو بينظر لمصلحة الشخصية ولا ينظر إلى مصلحة البلد وبالتالي كمان عايز أقولك أن جماهير كتير جدا من جماهير نات زمالك أو ناس كتير جدا من جماهير نات زمالك مستائم من الحصن المارك ومش عاجبها ومش عاجبها ومش عاجبها اللي لا تحمل في طياطة أو بداخلها لا اللي عارف إيمة كيان الزمالك وإسمه يقدر لازم يتداء ويزعل لكن للأسف في البعض زي ما قلت لا يعي ولا يقدر ما يحذب الأمن هل الاتحاد مستعد للمحايلات القانونية اللي ممكن تحصل بعد الأزمة مبارح أعتقد الاتحاد هتسلح بتقرير الأمن يعني النهاردة تقرير الأمن لأن التحايل دايما كان بيتم على حسب اللوايح والقوانين وكلام ده كله في النهاردة تقرير الأمن أعتقد هو التقرير الوحيد الكافي عشان يقدر يعني الاتحاد القرية يستند عليه فإن الظروف كلها كانت مواتية وكانت موجودة عشان الموتش يتلعب بيان وزارة الشاور رياضة رأيك في إيه وإن ده اللي يدل على إيه كمير والله يعني أنا شايف أنه هو بيان محترم يعني خذ بالك أن كل المسؤولين في كل أجهزة الدولة غير رادية تماما عن اللي حصل المارح كلهم هيسندوا اتحاد الكرة حتى لو هو اتحاد مؤقت كلهم هيسندوا لأن الأمر في الأول وفي الآخر دي سمعة بلد وعشان تتسمع بلد بتتكلم على أنه كل لازم يتكاتف أو كله هيكتهد أنه هو يحاول يخرج من الصورة السهية اللي حصلت المارح طيب ده فيما حدث بالأمس وخلاص يعني اللي حصل حصل وبما أننا نتكلم على النادي الأهلي فالنادي الأهلي ما تضررش من أي شيء بالعكس أنا أعدت لك الفنيات اللي حصلت مبارح من النادي الأهلي منه هو كسب الماتشو وقدر أنه يحافظ على انتصاراته المتتالية وحافظ على لعبته من الإجهاد والإصابات واتدرب مرة على استهدي القاهرة وبالتالي ما أعتقدش أن النادي كان مبارح كله بالنسبة له كان كله مكاسب عشان نتكلم ما فيها بتفاصيل المشهد اللي شفنا في مبارات السوبر من بعض لعابي نادي الزمالك والمشهد اللي شفناه مبارح ممكن يكون أسبابه يعني ممكن يكون مع كامل احترام التقدير للنادي الزمالك لكن التصرفات جاية من اتجاه واحد سواء في السوبر أو مبارح ده سببه إيه أقول لك بصراحة قول بصراحة سبب أن أنت للأسف مش عارف توصلي بأي حال من الأحوال يعني النادي الأهلي ببطولاته وإنجازاته نتكلم بقى هو في أرقام ونتكلمش في حاجة أن نحن بنقول كلام اعتباطا ولا كلام إنشاء ولا كلام موضوع منتكلم في أرقام لو حسبت كم البطولات اللي حصل عليها النادي الأهلي هيفوق كتير كده اللي حصل عليها النادي الزمالك وبالتالي هنا دايما لكن الفرق واضح جدا والفرق شاسع جدا ما بين الاثنين فيه فرق في البطولات فيه فرق في الجماهيرية فيه فرق في كل حاجة في الإنجازات فيه فرق في كل حاجة موجودة لكن دايما أما جاء أنا أعمل راس براس هنا بتحصل المشكلة لأن أنا دايما متفوق عليك بحاجات كتيرة جدا فأنت ما تيجي تأخذ من بطولة عندي أو أنا أخذ منك بطولة وكلام بكله وأنا حاس أن أنا قليل بتشبز بيها ودايما بحط نفس في مقارنات معك لكن الموضوع للأسف بيبقى فيه حاجات دفينة بقى جوال عيبة نفسها جوال إدارة نفسها أنا كمان عايز أتكلم عن جزئية مهمة جدا جدا يعني إمبارح اللي إحنا تبعناه أن كان فينا ناشئين من نادي زمالك في الإوتوبيس رايحين أنا عايز أعرف الناشئين دول إيه الدرس المستفاد بالنسبة لهم لو استفادوا حاجة من درس مبارح أسوأ درس أسوأ درس ممكن يتعمل يعني أنت اللي بتربوا عليه بتربوا عليه على غش اللي بتعودوا عليه من خلال مشهد مبارح وخداع وزيف وكذب وكل حاجة ممكن تقال لكن الناشئين دول مستقبل بتاعه طبعا طبعا يعني أنت بتكلم على أن جيل لازم تحافظ عليه لازم تحافظ على قيمه لازم تحافظ على مبادئه لأن في الأول وفي الآخر الناشئين دول هم اللي هيبقوا نواة فريقك في الفترة اللي جاي أن هذا لما أنت بتيجي بتتصرف مع الناشئين بالشكل ده لا تتعجب بقى أن حدث منهم ما حدث في المستقبل أو ما يحدث منهم مستقبلا وبالتالي اللي حصل الانبارح سبة يعني في حق الناشئين دول حتى نفسهم الصغار دول وما كان شجب أبدا أننا أتعامل أو ألعب بيهم اللعبة الموجودة دي لو كنت قدر مثلا أعملها مع الفريق الكبير ما كانتش يجب تماما أننا أعملها مع فريق صغير ناشئ مستقبلا للأسف أن ده بيحصل قداما دلوقتي هيبقى عنده مشاكل كتيرة جدا في المستقبلين مغلوب على أمر طبعا أكيد ناس كتيرة جدا يعني مثلا الجونة فاكر الجونة لما كانت عندها مشكلة مع التحدي اللعبت اللعبت مخسرت وقبل كده الأهلي لعب الناشئين قدام نادي الزمالك وتلع من الناشئين دول نجوم يعني يعني ماتش الناشئين بتاع نادي الأهلي كان سنة 85 وكنت أنا متابعة للماتش دوت يعني هم 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 تبصدوا لا 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 كنت لسه صغير على موضوع الاستخدار صغير بس كنت متفرج علي وكانت لعبة صغيرة كلها من 10 سنة وكان كابتن حساب حسن وطريق خليل وشمس حامد ومجموعة كبيرة جدا من الفرق ساعتها واعتقد ان كان معهم كابتن أحمد شوير بس ساعتها وحرس المربع من فريل كبير وقدروا ان هم يحققوا نتيجة ساعتها وفازوا على نادي زمالك 3-2 وكان ماتش من الماتشاز التاريخي لا ما تنسيش يعني لو كنت انت عملت اللعبة بتاعتك او الناشئين بتوعك مبارح بنفس المبدأ بجهز كنت اكتشافت منهم حد للفريل كبير نصلا جاهز كنت اكتشافت منهم حد يقدر يساعدك في أماكن انت محتاجها او حاجات انت صفقات انت بتخطط لها وكلام تكل لكن للأسف زي ما بقلت ان الموضوع كان متشخصا مبارح ما كانش اللي علاقة بالكيان ولا بالجمالية ولا ما كانش فيه تفكير في شكل كورة مصرية ولا شكل حتى شكل النادي الزمالي كان موضوع كان متشخصا تماما كان موضوع ان الموضوع او المبراتين بشكل عامل ان الاثنين مجموعهم يأهل ان شاء الله بالنصف النهائي مبارا يوم السبت بإذن الله تعالى شايف استعدادة النادي الاهلي ازاي وايه المطلوب من لعبة النادي الاهلي في مواجهة صعبة وقوية زي دون بخلاف طبعا التأهل التعامل يبقى زي ما مصر التعامل في البداية لازم يبقى نفسيا نفسيا طبعا النهاردة كل التجارب اللي عدت في الكرة في مصر بتقول ان انا اما اتعامل نفسيا مع اللاعب ممكن يديني اكتر مما اتتوقع داخل المعب فالنهاردة لازم اتعامل معهم نفسيا بان فريق ساندونز زي وزي اي فرق من التمانية اللي صعدت للدور التمانية في دورة ابتال افريقيا مش لازم احط في دماغي الهزيمة بتاعت الموسم او البتولة اللي فاتت واين حطيت في دماغي موضوع الهزيمة ده يبقى لازم تكون حافز ليا للماتشين اللي جايين زيبا وايابا بمعنى النهاردة لازم اختار للعيبة اللي عندها حماس واللي عندها غل واللي عندها روح في الملعب وانا آسف انا مضطر اقول يعني ان النوعية اللعيبة دي من النادي الاهلي ما كانتش موجودة في ماتش السوبر اللي كان في اوزبي يعني فيه لعيب دايما النادي الاهلي كان مفتقد قائد جو الملعب مع احترامي لكل اللعيبة اللي لعبت كنت محتاج لعيب يلعب بقلبه كنت محتاج لعيب اللي هو يبقى هل اللعيبة الاهلي قصرت في مباراة السوبر ولا ما كانوش موافقين مفيش تأثير حصل لكن عايز اقول ان انا كنت بروح طبعا ما هم فيش توفيه حصل وعايز اقول ان راحوا على الجون كتير وفيه هجمات ضاعت لكن برضو انا كنت محتاج نوعية هذه اللعيبة داخل الملعب يعني النهاردة لما انا اجي اللعب ساندونس لازم يبقى عندي معلش يعني احمد فتح في جبل يوم موجود احمد فتح لو حتى هيبقى موجود بحبسته طبعا مع كامل الاترام وتقدير المحمد هالي كان لعيب كبير جدا على فحر طبعا والله ده ما تقليل المحمد هالي طبعا لكن انا بتكلم عن انه القوة الجسمانية لأحمد فتح ووجوده في الملعب كالعيب فايتر والعيب دايما بيصد مع الأفار كالأحمد فتح من سنة 2006 بنتكلم من 14 سنة يعني نتجه لجزئة الخبرات في الممبرات الخبرات في الممبرات اللي جاية والعيبة اللي هي ممكن في ماتشات زي كده بتديك اكتر من طائطها يعني في العيب بيطلع كل اللي عنده لكن في واحد يتحمل عن نفسه ويطلع لك اقوى وافضل ما عنده داخل الملعب أنا عايز أقول أن لازم مستر نيفايدر يختار العناصر دي والعناصر دي تبقى جاهزة أن هي في الماتش تقدر تحقق لك كل اللي هو عايزه عندنا مفيش تصربع خالص عندنا ماتشين الماتش الأوداني في القاهرة يبقى معجم مهيرك فيه 30 ألف متفرج بيسندوك من فترة طويلة قوي ما حصلتش بتلعب على أستاذ القاهرة كل الزروف مهيئة أن أنت تقدر تعمل نتيجة كويسة يبقى أنا كل اللي بقوله أنه ما قدرش أسيب الفرصة على أستاذ القاهرة النهاردة يوم السابق طبعا في الماتش يجب من القصد عليه غير أما أنت تكون محقق مكسب يراحك في مبارات العام وأنا كان ليا رأي في موضوع مبارات العودة ده مع سانداونز أن أفضل من أنك كنت تلاعب فريق عربي في دور التمانية تحديدا أفضل أفضل هقولك ليه نحن دايما عندنا مشكلة مع نفسية زي اللي أنا ما كلمت عليها دي مع فرق شمال أفريقيا النهاردة لو نادر أهلي على سبيل المثال كذبان 1-0 وعايزي حافظ على الهدف بتاعه هناك مع فرق من شمال أفريقيا الضغوط الجمهرية اللي بتحصل والشحن اللي بيبقى زايد جدا عند الفرق العربية أو فرق شمال أفريقيا في الموقف اللي زي دي بيبقى صعب أول نحن حتى المتش الهدال السوداني شفنا الدنيا كان صعبة عندنا قد إيه رغم لو حسبتها تكتيكيا وفنيا وتاريخيا وكل حاجة بالزبط كده قدرت تتفاوق وكنت راح تكسب لكن أنا على الشحن والأجواء اللي حاولين المرعب بس عايزي أقولها الحركة عايزي أقولها حركة حاجة استثناء احنا برضو نفسيا في مباراة شمال أفريقيا لما تيجي تجيب المباراة الأخيرة أو الفترة اللي فاتت كلها في معادة مباراة الترجي لما تكسبنا ناتا واحد وصلنا هناك ثلاثة أنت بتتعادل حتى هنا وتروح تكسب هناك آه أوكي يعني ما فيش مشكلة نفسية الوداد برضو كسبك هناك في نهاية أفريق وانت كسبته قبل كده هناك انت كسبته هناك يعني بس مش في نهاية أفريق مش في نهاية أفريق أنا بكلم عن الوداد انت كسبته وانت يعني دايما مش عايزين نتفاضع عن موضوع تشحن المعناوي ده لأنه موجود هو موجود طبعا بس برضو يعني في بعض الأحيان من يقدر نتعامل معنا بيقدر نتعامل وانت كسبت ما انت كسبت نادي الترجي في الدور المجمعات الثاني واحد برة وكسبت الترجي بهدف محمد أموتريكا وكسبت الترجي في نهاية أفريقيا 2012 وبتعمل ماتشات كويسة جدا معهم لكن أنا بقول أن في زر للشحن اللي موجود دلوقتي وفي زر الموضوع الفرق التمانية كلها اللي حصلة على دور الأبطار من هو حق البطولة لازم تبقى مأهل نفسك أن أنت تلعب برة بهدوء وأنا شايف أنه هو مع سانداونس أفضل بكتير جدا على أقل للناحية الجمهارية نحن بكتير جمهارية للناحية الجمهارية مع فريق سانداونس مش هتبقى بنفس الشحن المعناوي اللي موجود في فرق شمال أفريقيا اللي ما بتلعب قدامها يعني هل كنت مع أننا نقابل سانداونس تحديدا؟ معهم معهم لأسباب كتير جدا أولها أن أنت لازم ترد اعتبارك خلينا نتكلم بصراحة بقى هل رد الاعتبارك ده بيتمثل في عدد أهداف كتير ولا في التأهل لا في التأهل خلينا نتكلم أن أنا لازم أتأهد وعايز أقول لك الأحاجة أن دي أنا شايفها أصعب مواجهة للنادي الأهلي في البطولة السنة يعني لو صعدت النصف النهائي أو للفاينل ما أعتقدش هتقابل أصعب من الواجهة اللي فيها لأن فرقة سانداونس هي فرقة كور يعني فرقة محترم أصعب فريق في البطولة هو سانداونس بجانب محترم كل الفرقة التانية للمشاركة لكن أصعبهم هو سانداونس فما تيجي أنت مع سانداونس من دور التمانية وتقدر تعمل معها جيم كويس أو تقدر تعدي منه وكلام ده كله أعتقد اللي جاي هيبقى أسهل لك من سانداونس أعايز أقول لأن فرقة سانداونس دايما عندها تكتيج بتلعب به اللي هو الكور السابتة ممكن إحنا عانين أن السنة اللي فاتت من وضع القراط السابتة دوت والأسف طبعا الهزيمة اللي كان لنا عليه لو مستر نيفايلر قدر أنه يفضل للنقطة دي وقدر أنه يتعامل معها بشكل كويس أعتقد أن هذا أهلي قادر على أنه يعبر سانداونس بشكل بسيط وبدون تعقيدات سواء في ماتش الزهاب أو في ماتش العودة مدى أهمية نجاح مسؤولي الأهلي في الحصول على الموافقات الأمنية باللعب على استاد القاهرة وبحضور 30 ألف مشجع طبعا كان فيه محاولة أن العدد يبقى أكتر من كده بس في الآخر وصلت إلى أنت حاولته وسعيت لي أنا رأي أن لو استقر الأمر عن 30 ألف متفرج في استاد القاهرة كويس جدا جدا وأعتقد أن استاد القاهرة حتى هو خلاص 30 ألف أعتقد أنه كان فيه محاولات مزيد أعتقد أن ممكن نادر أهلي يقدر يزود العدد في الفترة اللي جاية في الأدارة المقبلة يعني إن شاء الله أنت لست عندك 5 أو 4 أيام لغاية من الماتش يتلعب ممكن تزود له حتى 10 ألف كمان أعتقد هيبقى بشكلهم أفضل كتير جدا يعني ملعب استاد القاهرة من الملاعب الكبيرة واللي دايما العيبة ناد الأهلي بتبدأ عليها واللي بتأدي عليها بشكل كويس جدا وأعتقد أن ظروف إقامة الماتش في القاهرة هيبقى حافز كبير للجماهير إن هي تبقى متحمسة بعد خصوصا في ماتشات القاهرة في فوج العرب تبقى السيقة طويلة وبينهاكوا وبينهاكوا الماتش طول التسعين دي يعني فأمر مهم طبعا المباراة تكون على استاد القاهرة إن شاء الله بحضر جماهير النادي الأهلي إن شاء الله يكون لهم دور كبير في الانتصار وتحقيق نتيجة مريحة قبل مباراة الأياب حتى لو النتيجة مش مريحة أنت لسه عندك مباراة الأياب تقدر تتعامل معها بالتالي تتوقع فريق سامدونز حيبقى حساباته إزاي في المباراة دي حيلعب إزاي قدام النادي الأهلي الشكل السيناريو بتاعهم هي باي السيناريو بتاعه طبيعي إن هو هيبقى عارف طبعا إن هو كسب النادي الأهلي في الموسم اللي فات وبالتالي هيبقى عارف إن فيه رغبة جوية جدا عند النادي الأهلي إن هو يعوض فهلعب بتأمين دفاعي كبير وتكتلات دفاعية ويعتمد على السرعات بتاعتها اللي هو بيتميز بيها عشان كده أنا بقول إن لازم تبقى لعبة النادي الأهلي حركتها أسرع بالكورة فيه تأمين للجناحات أثناء الهجمات اللي بتطلع سواء كان عالي معدول في الناحية اليسرى أو أحمد فاتح أو محمد هاني على حسب اليلعب فأعتقد إن هم هلعب بتكتلات دفاعي بحث أي حاولوا بقدر الإمكان إن هم يخرجوا من الماتش ده بلا خسارة على اعتبار إن الماتش العودة على أرضهم وده تكتلات أغلب أو معظم الفرق اللي بتلعب معك في أفريقيا بتبع عارفة قوة نادي الأهلي قد إيه وإنها تطلع من هنا حتى لو بتعادل ويبقى عندها فرصة إن هي تفوز في العودة وبالتالي إن شاء الله ما تمناش إن ده يحصل تمنى النادي الأهلي يقدر على إنه يحسن من هنا وإنه يحشد قوته ده وأتمنى كمان أن نشوف رمضان صبح في الملعب موجود هو جاهز ما في الملعب؟ حلص أنا عارف إن رمضان جاهز لأن هو طبعا يعني هو رمضان جاهز بس ما أعتقدش إنه ممكن يأخذ الماتش من أوله حتى لو نزع على فترات على أقل يبقى جاهز لماتش العودة في جنوب أفريقيا بعدها بأسبوع إن شاء الله ده عشان حساسية المبرارة بس يعني لكن هو لا 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 أنا عارف إن هو جاهز لكن بكاملة حساسية الماتشات إن أنت ما ينفعش النهاردة تدي له ماتش 90 ديام من أوله وأنا رأيي إن هو يحتفظ برمضان صبحي الفترة في المبرارة الأولية على أمل أن يبقى جاهز للفول تايم في العودة إن شاء الله حتى أنا كمعية مداخلة مع خالد علي منصق الفريق صاندان أتكلم على إن أهم الأوراق اللي هما ألقانين منها أو اللي عم نحن الزابة بشكل كبير هو رمضان صبحي رغم غياب والفترة الفئة طبعا هما عابلوا رمضان عارفين وقابل جنوب أفريقيا في كلاس الأول تحت 22 سنة وكان عامل جيم كبير جدا عليهم فأعتقد إن رمضان من أيب المؤثرين يعني في النادي الأهلي وعلى مستوى القارة كلها طيب التشكيل ممكن تتوقعه إزاي للمبرارة زيلي التشكيل طبعا بحاول دخل جمهورنادي الأهلي في الأجواء بعلان خلاص التركيز كلهم طبعا خلاص على رسل داونز بأعزين ننسى فترة تحت المباري أنا أتكلم على محمد شنوي طبعا يبقى أساسي علي معدول في ناحية الشمال ياسر إبراهيم رامي ربيع ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم يعني أنا كنت مشفك عليه في ماتش السوبر ليه لأنه كان بقاله فترة ملعبش لكن ملاعب ياسر يعني كان محطوط لهدف وكان محطوط لهدف وقدروا نحقق لهدف دا بكل نجاح في المباراة وأعتقد أن ياسر إبراهيم وقالي ديانج في ماتش السوبر كانوا من أفضل لعبئ نادي الأهلي في المباراة أفضل لعبئ المباراة كلها أفضل لعبئ المباراة كلها بالنسبة لفرقيتين يعني فياسر إبراهيم يلعب أساسي جنبي إعرامي ربيع ومحمود بطليل لتنبشة فريق يعني المهم من ياسر يبقى موجود أساسي فيهم بالنسبة لخط الوصد خلصت طبعا بقى محسوم معروف أنه هو عمرو السلية أليو ديانج في طبعا مجد نحن تليمين أحمد فتحين نحن تليمين محمد مجد أفش هي بقى طبعا صنق ألعاب فوق الارتكاز اللي هو عمرو السلية وأليو ديانج وقدام أنا أعتقد أن مستر باير هيلعب بيدفع مروان محسن مروان محسن وعلى اليمين هيبقى حسين الشحات وجينير أجاية أجاية عجابية جيد جدا في مركز المهاجم طبعا ممكن يكون فيه تفكير في مورا دي أيضا زي ما حصل في مورا دي لا ما أعتقدش عشان التول بلعيبة سانداونز لعيبة عندهم أطوال كبيرة والقرات العالية طبعا دائما بيتماز بها مروان محسن فأعتقد أن مستر رينيفايدر هيبقى حجر رمضان محسن كراس حربة في مورا ديانج مروان مشاغب جدا أنا بس بكرر بأكت على كلامتي يعني أن مروان محسن يا جماعة الناس اللي شايف أن مروان محسن ما بيجيبش جوان يا جماعة دلوقتي مجلس الريفايرل بيبدأ اللعبة بتاعه من تحت من عند الاتنين مدافعين كويس لازم الاتنين مدافعين يبقوا بصير بشكل كويس جدا بيبقى عندنا قدامهم عمرو السليا وقاليو ديانج لو بصيت للأجنحة بتاعت النادي الأهلي هي اللي مسجلة أكبر عدد من الأهداف السنادي دور مروان محسن مش أن هو يسجل أهداف في الدرجة الأولى قدم هو يعمل لي خلخلة أو يخبط في الاتنين المدافعين اللي سابتين عند فرق منافسين يعني النهاردة لما تبص هي طريقة مستر ريني فايلر كده أن أنت كراس حربة صريحة أو كلام دي كله مش مهمتك الأساسية عند أنك تجيب جوان مهمتك أن أنت تجهد اللعب القلب دفاع عند الفرق المنافس ودلع على كده أن الشحات بيجيب جوان أليو ديانج سوريا اسم إي مجد أفشا بيجيب جوان أفشا أجيب كل لعبة الأجنحة هي اللي بتسجلك أهداف إذن أنا مش عايز الناس تبدل تهاجب مروان محسن عمال على بطال مروان زي ما قلت مهمته الأساسية أنه يخبط في الاتنين البدفاع بالتعافرين من نفسين افتقدناها فكرة فورات السوق طبعا كان نادل جدا كان محتوى جدا في المتش دوت بس برضو أجيه عايز أقولك أنه هو لعب متش ممتاز جدا يعني في المرأة كان الكرة بس الأخيرة اللي هي اللي تسحلق فيها دي اللي كانت ممكن تغير سوف مبارا بشكل نفس السيناريو بتاع ملعب محمد بن زيد نفس السيناريو يعني طبعا طبعا طوفي وعدم توفيق ودوارد فكرة القدم وإحنا كلنا عندنا ثقافة الانتصار وثقافة الهزيمة وارد جدا الكرة تلعب المهم أن أنت تلعب بس تكسب أو تخسر دي حاجة بقى بتاع ربنا تبقى موفق أو مش موفق حيضر مباراة سان داونز طيب لعبت نادي الأهلي ردوا اعتباركم تمام خلاص سان داونز ويعفرعاتكم تاني ما فيش هروب من المسؤولية تماما تمام أعتقد أن الفرصة دي ما بتتقررش كتير أن يدقى في فريق غالبك بالشكل دوت أو عمل عليك رقم كياسي في هزيمة في الموسم بيجي قابلك تاني في نفس الدور عندك الفرصة أن أنت تمحي أي هزيمة حسب أنتك قبل كده عبورك من هذا الدور هو مفتاح الفوز بالبطولة بإذن الله بالنسبة لجمهور نادي الأهلي رجعته لأستاذ تاني موجودين فيه شجعوا تسعين ديئة يعني لو افتف ضهر الفريق تسعين ديئة أعتقد أن لعيب نادي الأهلي هتحقق لكم أنتوا تتمنوا بعد ما ماتش انتين إن شاء الله المهمة قوي كمان الجمهور نادي الأهلي وهم أكيد منذركين جزئية زي دي أن التشجيع يكون لفريق النادي الأهلي بخصوص مبارات سانداونس وخصوص بطولة دورة لأبطال أفريقيا وخصوص الهدف الأساسي اللي كلنا من ناس عليه دون تطرق لأي أمور أخرى ممكن تكون حدثت قبل كده الدعم كل الدعم للفريق في الملعب مش عايزين اللعبات تتأثر بأي هتفات أنا عايز أقول إن الماتش تحديدة متع سانداونس هي بأي يوم عيد بالنسبة لهم بالضبط إن أنت رجع تلعب على أستاذ القاهرة أو تشجع في أستاذ القاهرة بعد غياب طويل جدا وبالتالي حافظ على المكتسبات دي عشان تقدر تتواجد في أستاذ القاهرة على طول إن شاء الله وراف رئيتك بإذن الله إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للأهلي في هذه المباراة أستطرق نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ طريق عوض نقد الرياضي ألاك كبير كان دفنا العزيز في حلقة اليوم من كلامنا في ميديا دي كانت حلقتنا بكرة حلقة جديدة السليم إن شاء الله إلى اللقاء